نظمت جمعية المرأة العمانية بمحافظة لبريمي بالتعاون مع فريق لبريمي الخيري مع رضا عيد الأضحى المبارك تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية والذي استمر لمدة يومين طبعا معرض متنوع في الأكل وفي الملابس وفي الدخون في الحلوة العمانية وفي أشياء للأطفال نفس الشيء هذا رابع معرض لنا وإن شاء الله بنستمر بإذن الله تعالى وهو هذا معرض العيد الأضحى بهدف تحفيز الأسر المنتجة لتسويق وبيع منتجاتهم المنزلية بشكل منظم وفي مكان واحد يرتاده المستهلكون في موعده المحدد جميل أني أكون طالبة في المدرسة وأقدم مشروع مثل هذا أكون معتمدة على نفسي بأني أكون نفسي من البداية ومن الصفر شمل المعرض أركانا متنوعة فهناك الملابس للنساء والأطفال بأشكالها وألوانها الزاهية وهناك العطور والبخور والتحف والهدايا الجميلة وهناك المأكولات والمشروبات بأصنافها اللذيذة أنا مبتعث في دولة أمريكا طالب سنة رابعة إدارة لوجستية في أمريكا حبيت أزيد أضيف مصدر دخل ثاني فبديت أبيع الحلوة هناك هي مصدر دخل ثاني وهي نفس الشيء يعرف المجتمع الأمريكي بالحلوة العمانية إقامة المعارض والأسواق الخيرية وإتاحة الفرص للأسر المنتجة لإبراز إبداعاتهم وتسويق منتجاتهم له آثاره الإيجابية الإجتماعية والاقتصادية على المجتمع عادل بن حمود السعيدي محافظة لبريمي